ايه رأيك ادلك على شخص في عز الشدة تلقيه واقف جنبك يعني مثلا لو انت في الشغل والمدير بتاعك طلب عدة حسابات انت محتاج تعملها في الشركة بتاعتك فانت كل عليك بتصور الورقة وبعد كده بتبعتها للشخص ده والشخص ده بيرد عليك في اقل من ثانية بحل المشكلة او انت طالب ومحتاج انك تحل الواجب بتاعك او في حاجة وفق معاك في الواجب مجرد بس ما بتصور الورقة دي على طول بيحل الواجب بتاعك في اقل من ثانية طيب من هو الشخص ده كل ده هنعرفه بالتفصيل في الفيديو عصر الزكاء الاصطناعي ونفس الشرسة بين الاي اي والشركات شركة جوجل مايكروسوفت اوبن اي اي طبعا والاصل هو هي اوبن اي اي المدير التنفيذي له ايلون ماسك طبعا دلوقتي لو احنا جينا نفتح اوبن اي اي كان الاول الخطة المدفوعة الجي بي تي سري وكان الجي بي تي فور لكن نتفاجأ مع بعض النهاردة ان ينزل اصدار جي بي تي فور او اللي هو اوبن اي اي لكن اوبن اي اي دايما بتسعى ان يتخلي الشركات يعني يقللوا استخدمهم للبشر ويستخدمهم الاوبن اي اي طب عايزين نعرف مين هو جي بي تي فور او طيب تعالوا بنا كي نبدأ ننشئ حساب مع بعض كده الاول كل عليك بس كده ده طبعا الوجهة الرئاسية بس انت محتاج تنشئ حساب بتلغط عندك على كلمة ساين اوب بعد ما هيجي تدخل عندك على جي بي تي دوت كوم تمام بعد كده بتضغط عندك كلمة على اللي هو تعمل تسجيل وز جوجل معادش بقى زي زمان في دول محظورة والحاجات دي خلاص معادش الكلام ده فانت بتسجل بحساب جوجل بتاعك وبعد كده بيفتح لك الوجهة اللي قدامك دي طبعا انت كده سجلت على جي بي تي او بالفعل جي بي تي فور او طيب دلوقتي الاصدار الجديد ده بيعمل ايه ووظفته ايه يعني على سبيل المثال لو انا محتاج ان انا حل امتحان فانا كل علي بس بضغط عندي على العلامة اللي تحت دي اضغط عليها ضغطة كده وبعد كده بيحولك على الصفحة اللي انت محتاجها بعد كده بتنزل تحت مثلا بتحدد الامتحان او انت صورت الورقة بتاعتك وبترفعها بتعمل لها upload بالشكل ده كده وبعد كده بتدي للشاتج بي تي امر انه يحل لك الامتحان ده يعني مثلا انا هقوله هنا حل لي هذا الكويز تمام وبعد كده بقوله هنا ارسال فطبعا هو يبدأ يحل لي الكويز اللي قدامك ده اللي هو فيه MSQ طبعا بيجيب لك الاجابات بالتفصيل زي ما انت شايف كده تمام يعني انت تبعث له اي حاجة او اي صورة انت محتاج انه تعدل فيها اي حاجة هو على طول بيحلها لك طبعا لما تيجي تعمل هنا على new chat خلاص كده بيعمل new chat زي ما انشاف كده بعد ما اجي اروح للصفحة الرئيسية او الواجهة الرئيسية بتاعتي بيظهر لي اعدة الاختيارات اللي هو كاتب هالي دي انت تقدر تستخدمها لو انت محتاجها او انت تعرف اكتر عن GPT-4O دلوقتي انا لو جيت مثلا اعمله رسالة اقول له صمم لي لعبة بابسط الاكواد مثلا باكواد HTML واستطيع ان العبها معك دلوقتي اول ما اجي اعمل ارسال كده هنشوف مع بعض اي هي اللعبة اللي ممكن بيقدر يصممها لي قال لي هنا انا هلعب لعبة XO وبيبدأ يكتب لي اكواد اللعبة زي ما انت شايف بشكل مفصل تقدر تستخدم الاكواد دي ان ترفعها على الويب سايد بتاعك او انك تقدر تنشئ لعبة عن طريق chat GPT دلوقتي زي ما انت شايف كده هو عمل لي اكواد اللعبة وبتستنى لحد ما يوصل للاخر معك طيب دلوقتي انا بقول لك استمتع باللعب طيب انا ممكن اقول له هنا او بدي له امر ان انا محتاج ان انا ألعب اللعبة دي معاه ادت له امر وقلت له اريد اريد ان العبها معك دلوقتي بعمل ارسال وهنشوف انا ممكن هلعبها معاه ازاي زي ما انت شايف كده هو بيبدأ برضو يكتب لي اكواد اللعبة من جديد وبالتالي في النهاية انت بتقدر تلعب معها اللعبة دي بتلعب معها XO عادي جدا طيب دلوقتي ما صديق تقدر تفيدك في حاجات كتيرة جدا يعني مثلا تقدر تفيدك في شغلك تقدر تفيدك مثلا في الدراسة بتاعتك في اي حاجة انت محتاجها لكن الخاصية اللي اضافة الجديدة دي الخاصية دي تقدر تبعث صورة ل HGPT الصورة دي ممكن تساعدك مثلا انك تعدل عليها مثلا انت محتاج تعدل على الصورة بالفوتشوب ممكن تقوله الصورة دي انا محتاج اعدل امسح حاجة او اضيف حاجة لو انت برضو كذلك محتاج انك تستخدم كل ده في الدراسة بتاعتك تقدر تصور ورقة اللي هي في مسألة واقفة معاك وهو عطول بيحلها لك او بيفاهمها لك وباللغة بتاعتك مش شرط انها باللغة العربية الفصحة او باللغة الانجليزية ممكن باي لغة انت محتاجها يعني مثلا انت محتاج يعلمك حتى كمان اللغة الانجليزية وانت طعيف في اللغة الانجليزية هو برضو بيعلمك وان شاء الله يعني بيقولهم ان شركة قبل ان هي عملت تعاقد مع OpenAI ان هي تخلي التلفونات بتاعها بتدعم الزكاء الاصطناعي مع OpenAI ومدير التنفيذي لها اللي هو Elon Musk وكده انا شرح انتهى وكان كل شرحي على GBT4O دلوقتي لو انت حتكت اي حاجة اتوصل معا في التعليقات وهتلاقي رابط تسجيل على HGBT موجود في الوصف او التعليقات واشوفكم في حلقة جديدة دمتم بخير سلام موسيقى